ترجمة نانسي قنقر وهو أهداف واستراتيجيات طموحة لتنويع مصادر الطاقة طموحات وتطلعات وعدة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحثها الوفد العماني خلال زيارتهم لهيئة الطاقة المستدامة للاستفادة من تجربة البحرين في هذا المجال اليوم استعرضنا مع الوفد مشاريع الطاقة المستدامة في مملكة البحرين بما فيها الأهداف الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر وكذلك الخطط الوطنية لتفعيل المشاريع والسياسات التي سوف تحقق الأهداف الوطنية وإن شاء الله تكون فرصة مواطية لإخواننا من أصحاب العمال من عمان أن يستثمروا في مملكة البحرين ونحن نرحب بهم ويسعدنا دائما الالتقاء بهم هذا الاجتماع سيلعب دورا كبيرا في إثراء أوجه التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بما يعزز هذه العلاقات ويحقق النماء والتطور للبلدين قابلنا مع الرئيس اللحية واستمعنا منه على سنة الطاقة المتجددة وكيفية تحويل تدريجيا إلى الطاقة فكانت هناك أفكار متبادلة ونحن أيضا في عمان نرحب بهذه الاستثمارات ونتمنى أن يكون هناك تعاون بين مملكة وسلطة الأمان في المستقل القريب لأن العالم كله متجه إلى الطاقة البديلة أفاق التعاون المشترك بين البلدين لا تقتصر على تبادل رؤوس الأموال والاستثمارات والمشاريع بل تتسع لتشمل ركزة مهمة وهي الاستثمار في العنصر البشري وذلك من خلال بناء القطرات وسد الفجوات بتبادل الخبرات وأعداد البرامج التدريبية والاستفادة من تجربة البحرين في مجال الطاقة المتجددة وفد عماني رفيع المستوى يزور المملكة ليتعرف على أهم الطرق التي تعمل عليها البحرين للاستفادة من الطاقة المستدامان ونقل تجربة المملكة إلى السلطنة لتكون نموذجا يتم العمل به في هذا القطاع خولة لغرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين